هذا الاستهداف الغير منظور يعني هذا الاستهداف خطير جدا للمرة الاولى يسقط فيه جنود امريكيين قتلى وجرحة قتلى وجرحة بحدود الاربعين ما بين جندي قتيل وجريح يعني حتى الان ثلاث قتلوا اتماني تم اسعافهم خارج الاردن لجراحهم الخطيرة وهناك عدد اكثر من 30 الى 34 ممن اصيبوا في هذه المنطقة بالطبع الميليشيات الايرانية او الميليشيات التي تتبع لايران ولفيلق القدس وللحرس السوري منتشرة في سوريا والعراق بشكل كبير ولا تخفي هذا التواجد حيث اقامت لهم ايران قواعد عسكرية عديدة اهمها يعني قاعدة الامام علي في منطقة البوكمال ومن المتوقع ان تكون هذه القاعدة هي التي اخرجت او امرت بضرب هذه القاعدة المسيرة الايرانية يعني حتى الان 178 استهداف منذ مئة يوم حتى الان في الصواريخ وفي المسيرات ولكن كانت دائما عبارة عن رسائل وردود فعل ولكن هذه الضربة كان لها مميزة كون سقوط جنود وهي خارج الاراضي السورية يعني كان هناك التعامل في الاراضي العراقية والسورية اليوم هي على الحدود الاردنية السورية ولكن داخل الاراضي الاردنية في النقطة او المغفر كما يقال 22 وللمرة الاولى يعني الولايات المتحدة تكشف عن وجودها في هذه المنطقة حتى الان المقاومة الاسلامية اعلنت تبنيها لهذه العملية والمعروف بان المقاومة الاسلامية هي صناعة ايرانية ايران بالفعل قد لا تكون وعطفا على ايران سيادة العقيد وكالة تسنيم الايرانية قالت بان اسرائيل عفوا هاجمت مركزا استشاريا عسكريا ايرانيا في سوريا نعم اليوم الساعة واحدة ظهرا في مكان لا يبعد عن مكان مقتل رضا موسوي القائد العسكري البارز في السيد زينب اليوم تم في سلاس صواريخ توجيه هذه الصواريخ على مزرعة لمركز استشاري عسكري ايراني بين منطقة بلدة السيد زينب وبلدة عقربة في الغوطة في جانب دمشق اذا هم منتشرون في هذه المنطقة والسيد زينب لمن لا يعرفها هي عبارة عن منطقة لا يدخلها غير الايرانيون واتباعهم من العراق وفاطميون وزينبيون عليك برأنها مزار مقدس نعم مزار مقدس ولكن تم السيطرة على هذه المنطقة وطرد السكان الاصليين والسلاء على هذه المنطقة لذلك تنتشر القوات الايرانية والمستشارين الايرانيين في هذه المنطقة وتم آخرهم مقتل رضا موسوي قبلها مغنية قتلة في هذه المنطقة واليوم تم استهداف مزرعة نصعد شمالا إلى الجمهة الشمالية في إسرائيل وتطورات على الحدود في الجنوب اللبناني التطورات تشهد تصعيدا خطيرا ما بين قوات حزب الله وإسرائيل كيف ترصدها أيضا؟ نعم هذه المنطقة المحكومة في اتفاق أو بقرار 1701 في 2006 ولكن حزب الله متواجد في تلك المنطقة وهو يتناغم مع التوجهات الإيرانية إذا صح التعبير في المنطقة مع إعلان إسرائيل الاشتياح البري على قطاع غزة بدأ حزب الله بالضرب بعدة صواريخ في كل يوم على المناطق فاليوم هناك سبع استهدافات لحزب الله في المنطقة سكنت زرعيت جل في مناطق أخرى كذلك جبل العلام كما قامت إسرائيل في عدة قصفات في بلدة يارون في رأس الشعب في الضهيرة في رأس النابورة بالوقت يدركنا سيادة العقيد فدعنا نختم معك في تداعيات الآن هذا الهجوم على الحدود أو على القاعدة اللوجستية أمريكية في الحدود السورية الأردنية على تداعيات مسار الحرب في قطاع غزة أتوقع بأن إيران تستخدم كل هذه الميليشيات من أجل الضغط لمصالحها ربما تضغط على الإدارة الأمريكية من أجل توقيع اتفاق الذي تم إلغاءه من قبل ترامب الاتفاق النووي أو مكاسب معينة مستخدمة التهاون الأمريكي في الرد على الميليشيات الإيرانية أو على إيران لذلك التداعيات على قطاع غزة أتوقع بأنها مرتبطة مع بعضها إيران تريد أن تصور نفسها بأنها داعم للمقاومة في فلسطين للحوسي لحزب الله لكل هذه المقاومة الإسلامية التي تتبنى بالهجوم إذن إيران تقوم بحصاد يعني إذا صح التعبير حصاد كل عمل المقاومات في هذه المنطقة وتصورها بأنها من إيحاء إيران ولكن إيران تتنصل من المسؤولية بأنها لم تقم بأي عمل عسكري في هذه المنطقة كل هذه العمل عبارة عن رسائل للولايات المتحدة لدول المنطقة وربما تريد إيران من وراء ذلك يعني مضايقة القوات الأمريكية لأن إيران تضع عينها على مناطق النفط والغاز شرق سوريا في حق الكونيكو في حق العمر في باقي المناطق لذلك نرى بأن التوجه الإيراني هو دائما يقول بأن وجود القوات الأمريكية غير شرعي وكذلك لا نذهب بعيدا عن التأثيرات الروسية في هذا الشأن صحيح ودو بايدن يعني يهدد بالمتابعة أتوقع بأن الرد سيكون لا محالة كون بايدن يريد إرضاء الحزب الجمهوري الذي هب في وجه بايدن وهو على وشك انتخاب كل الشكر على انضمامك معنا هنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر